موسيقى من أورينت نيون صباح الخير اليوم الأحد 19 تشرين الأول وجولة صباحية جديدة صباح الخير مشاهدين جولة رح نبدأ فيها بموضوع التدرب على مهارات الحياة بالإضافة لفقراتنا عن أخبار الفن نشوف العنوين ما هي أساليب تدريب الشباب على التعامل مع ظروف المحيطة بهم والدخول الواثق لمراحل حياتهم المستقبلية هذا رح يكون محورنا الأول ضمن جولتنا الصباحية لليوم تأسيس ورابطة الإعلاميين في الغوطة الشرقية خطوة لتنظيم عمل الصحفيين فما هي آراءهم بتلك الخطوة ومن الريحانية ومن أجل إعادة الأمل بحياة طبيعية حملة لتركيب ألف طرف استناعي للمصابين وفي أخبارنا المنوعة 12 بطاقة حمراء بمباراة كرة قدم في الأرجنتين مشاهدينا تدريب جيل الشباب على كيفية التعامل مع الظروف والمواقف اللي احتمال بوجهها بحياتهم رح نحكي عنها بموضوع مع السيد ياسر محمد عمر مدير فريق بشار الخير ودعاء محمد متدربة بإحدى الدورات بهالمجال الصباح الخير لكم يسعى الصباحكم يعني تدريب على أساليب الحياة والتعامل معها كتير موضوع مهم خاصة للشباب واليوم أنتم خاصصين هالدورة للبنات بدون شباب بدون شباب نحكي عن همية هذه الدورة وشو بتحتوي وشو هي أساليب الحياة بتدربوا عليها هلأ هي الدورة تدريب للمهارات للصباح يعني نحن أخذنا العمر بابين 13 وال17 فقط يعني هي الدورة بتطلع بتكون يعني مثلا الواحدة كيف بدأت تعامل فرضا ببيتها مع أهله كيف تعامل مثلا بالمدرسة مع زملاء مع آنستا مع أمها مثلا على يعني على حيدا مع أبو على حيدا مع أخواتها كيف تتعامل بالبيت كيف تتعامل هي مثلا بنفسيتها فرضا مع الناس اللي حواليها يعني يريد بالمجتمع كيف تتنخرط بالمجتمع كيف ما تكون أمتوائية إذا عندها أي شيء سلبية فرضا بحياتها كيف تتواجهها كيف تتعامل تدرس يعني هذا كله نحن منضم المهارات كله كله هذا موجود بالتأكيد هاي مهارات كتير مهمة عم تحدث حضرتك عن وسائل أو أسليب التواصل والتفكير الإيجابي قد يكون طريقة التعامل مع الصعوبات مع الأزمات إذا ما نحكي أكتر عن هالفئة العمرية تحديدا عم تحدث عن من 13 ل 17 سنة يعني الفتيات بهذا العمر ببداية التدريبات يعني بصير تقييم لوضعهم بتلاحظوا مثلا الأثر الملموس قبل وبعد طبعا نحن هذه ثالث دورة بنعملها ببشائر خير نفسها هي فتيا هي المشروع اسمه فتيا فريق بشائر خير بالتعاون مع فريق هيئة شامل إسلامي للزيوم الخير بس هلأ هن الموضوع البنت اللي بتيجي فرضا نكون نفسيتها فرضا تعباني نحن بنعرف خاصا بهذه الظروف نحن العايشين فيها ظروف أزمات ظروف صعبة ظروف معيشية خاصة الوضع الصعب بسوريا تماما يعني حتى اللي هون فرضا الفقر فرضا الموجود اللي عند السوريين هون موجودين اللي بيحاجة هني لأمعونات فهنا وقت اللي عم يجلوا هون فرضان عم يلقوا شوي نفسيتهم تعبان عم يطلعوا من بلدهم كيف لازم يتعاملوا البنات مثلا البنت بهذا العمر من بابين 13 لس 17 وهي ببلدها بتكون تعباني نفسيا نحن ببلدنا بهذا العمر بتمرع بمراحل كتير كتير بالنسبة لها تعمل لها إرهاصات بحياتها فبهذا العمر ونحن موجودين فرضا هنا هي الأردن إن شاء الله هي بلدنا التاني نحن ما منفرق بين أردن و سوريا نحن كلتنا بلد واحدة إن شاء الله فنحن موجودين هون في الأردن كيف تتعامل البنت فرضا مع اللي حواليها أهم شيء مثلا مع رفاقتها اللي بالمدرسة أهم شيء فرضا تتعامل الفرضا ببيتها كيف تتعامل هي مثلا مع دراستها كيف تتدلس كيف تتعامل برنامجها فبتلاقي بهذا العمر بين 13 ل 17 سنة بالأمر الطبيعي يعني البنت بتلاقيها أنه شو يتعباني تماما سن مراحقة بساس ياسر يعني خلينا نبدأ بأساسيات الدورة كيف أنتو عم تحطو شو الأساسي اللي عم تحطوها وشو عم تبدو بأول دورة ما يفوت المتدرب شو بتتطلعو يعني شو اللي بيخلو ينتبه لأكتر من شي تاني مثلا شو الأولويات بالدورة هلأ بيكون فيه عصف ذهني المتدربة مع الطالبات فهن شو بيطلع معهم مثلا يعني إن شاء الله تلك حلوة بيقدروا يعني يساووها مع ضاد تماما فهن بيقدروا يشتغلوا من خلالها فرضا يعني هلأ فيه أفكار هن المتدربة بتحط أفكار هلأ المتدربة بتحط أفكار وبتكتب مثلا على الوايث بورد شو هي الأفكار 1 2 3 4 7 كذا وبدون يتبعوا مثلا يعني عنصر عنصر بينساو أو فقرة فقرة بينشتغلوا عليها هلأ المتدربة اللي بتحطوه؟ تماما هلأ ممكن يكون فيه عصف ذهني ما بين المتدربة والطالبات وبتهيأ لي بس المتدربة بالنسبة لإلكم هي مدربة الطالبات يعني أنتم من خلال مجموعة بشائر عم بتبنوا طاقات أو قدرات صبايا مثل دعاء حتى يدربوا غيرهم تماما صح أول ما دخلت على الدورة كيف شو فكرت خلال الأسئلة انطلحت عليك شو كان أول تصور إليك بهذه الدورة وشو كنت من فكرة أنه تستفيد من هذه الدورة؟ نحنا أول ما بدخلنا عليها كنا عارفين أنه نحنا وراه أنه بدنا ندرب يافعات أنه أصغر عمرهم أنه طالعين من المشاكل فكان نحنا أول شيء اهتمامنا أنه كيف نخليهم يتعاملوا مع الصعوبات اللي عم يمروا فيها هون وخاصة أنه هن بعمر يعني أنه مدائما بيتقبلوا الحكي من أهليهم فطلع يطل إدنوا لبره أكثر فأول شيء نحنا دخلنا أنه كنا عم نتحاول أنه نعيش نحنا دورهم قبل ما هن يعيشوا دورنا فوقت إجينا لليافعات كمان نفس الشيء عيشناهم هنه دور الأب والأم ونحنا عيشنا دورهم هنه يعني كان أحيانا يصير مثلا فيه تمثيليات بأدوار متبادلة أنه أنتوا عيشوا دور أبوكم و أمكم لحالهم تلقائيا هنه يكونوا عم يحكوا نفس الحكي اللي بيقولوا أبوهم و أمهم بدون ما يحفظون الكلام تمام يلاقوا حالا أنه يعني يصفنا أنه معاتا أنه أهلينا معا نحاق أنه نحنا عم نحكي وقت اللي نحطينا بدورهم حكينا نفس الفكرة بالإضافة لتمثيل الأدوار أو يعني المسرحيات وتقمص الشخصيات شو في أساليب تانية عم تستعملوها مع اليافعات؟ الألعاب الزهنية أو الألعاب التمثيليات ممكن أنه هلأ ممكن وقت اللي بدون يعرفوا عن شخصيتهم أو يعرفوا عن حالهم نحنا منحاول أنه يعرفوا عن حالهم و بطريقة اللي دائما تقليدية تمام أنه مثلا أنه يرسموا هنه شخصية اللي بيحبوها على كرتون كبيرة القدوة يعني تمام وهن يحطوا أنه بيحبوا فيها الشغلات وهالشغلات هنه بيكونوا عم يعبروا عن حالهم هلأ هي بتكون هالفكرة كتير حلوب خاصة أنه نحنا منعلقلهم إياها على الحيطان فهنه كل واحدة بتصير بتحكي عن الشخص الثاني منه بيتعرفوا على بعض اللي يكونوا اجتماعيين أكتر كرمال بالمدرسة يكونوا قادرين أنه يتجانسوا مع البنات الثانية والفئات الثانية الجداد يعني اللي دخل تمام وخاصة أنه هنه لسه في منهم جايين جديد لسه ما هم متعودين أنه بين سوريا واردن يعني هو ما في فرق بس هنه لسهاتهم جايين جديد وما متعودين حتى بي مو ضروري أن يكون حتى المجتمع الواحد حتى بالبيت الواحد بشيران جداد يعني دائما هذا المحيط حكت نقطة دعاء كتير مهمة هي أنه المحيط كيف أنه الشبي هاي المرحلة أو صبيبي هاي المرحلة اللي بتسمع للطرف الآخر أكتر من الأهل صح هينك ترتير مهمة هم تعلمهم أساليب أنه كيف يتلقوا المعلومة الصح أو مثلا ما يسلكوا أساليب خطأ من خلال المجتمع المحيط فيهم؟ تماما هلأ لازم يكون مثلا واحدة أول شيء تدريب أن يكون يعني عائل عندك متميز يعرف الصح من الخطأ هاي أهم شيء إذا مثلا الصبية إذا تلقت معلومة كانت خطأ كيف ذا تعرف يعني تقومها فبضل هالبرنامج هذا اللي عم عطالي هو المهارات أو تدريب على الأزمات فرضاً بدأت تحكم هي بعائلة مثلا أي فكرة هي مثلا إجتاء بدأت تعرف أن هالفكرة هي اللي هي مثلا إجتاء هي صح ولا خطأ فيه ميزان بالنص فهذا من ضمن التعليم اللي عنا أنه نحن نقدر أنه البنت لازم تطلع يكون فيه عندها تقدير لشيء اسمه مثلا أنا بعرف أنه هذا شيء صح أم خطأ يعني المنظومة القيمية تتشكل بطريقة سلبة مثلا الصبية تأخذ فرضاً معلومة خطأ من زميلتها فرضاً يعني اليوم عنا الميزان العقل بيقبل أو ما بيقبل فإذا بيقبل ميزان العقل هذا الشيء ضمن الدورة نحن تتحدد في بعض الأمور في سوابت في سوابت نحن ما نمطلع عنها مثلا بحياتنا طبعاً السوابت هي الميزان بس السوابت لازم تنكتب لازم تتعرف ولازم واحد يتناقش فيها مثلا بتأكيد بتأكيد وهذا الأمر حساس جداً وفي فروقات بالفعل فبأسلوب غير تقليدي ممكن لواحد يزرع هالمنظومة القيمية رح نكمل مع حضرتك يعني مع حضرتكم تفاصيل تانية بس كاميرا أورينت يعني كالمعتاد كانت موجودة بواحدة من الدورات التدريبية خدا مع بعض يعني نشوف هالزيارة لها الدورات اللي بلش فيها مجموعة بشائر وأراء بعض المشاركات وبعدين نكمل وقياكم الحوار هي هي دورة على تدريب مهارات الحياة هلا إحنا ببيئة مختلفة عن البيئة اللي كنا عايشين فيها بسوريا هنا بدنا مثلا نعبر عن مشاعرنا وآراءنا وإنه إحنا آراءنا غير آراءهم للبلد اللي إحنا فيها إنه كيف نتصرف معهم ما نكون عدوانيين ولا نكون انسحابيين يعني نتعامل مع المشكلة مثل ما هي ما نكون لا عدوانيين ولا انسحابيين وطريقة تفكيرنا كمان هلا أنا شخصيا أنه أنا كتير بحب مثل علم النفس فاتسمعت أنه في دورة علم النفس وأنا كتير حبت أجي يسجل وخصوصيا أنه أنا عرفت أنه هي الدورة عن مهارات تطوير الذات خصوصا بهذه الظروف نحنا اللي عملنا فيها حاليا كوننا نحنا طالعين من سوريا ظروف صعبة ضغوطات داخلية فتشجعت أنه أنا أجي يسجل فيها حتى أتعلم المهارات الحياة وحتى أتعلم مين أنا؟ شو بتوقع تستفيد؟ باستفيدني كثير أنه ممكن حدا يسألني سؤال عين أنت؟ وليما أنت؟ أنا بجاوبي رأي конечно من أنا يسألني عن مهارات حياة إن نتعلم مهارات حياة أنه نحن طلعنا من بلدنا وهيك وما كنا انو بكرين انو نطلع وفجأة طلعنا شو بتحبي؟ تكون انت بتاع في حارك عم طريقة لأ تميل ممكن ان احنا نعمل طب شو بتحبي؟ هي بنتي راس انتا انا ما بفرسو كان لازم ضرعة هي باسمي خلاص لها يعني واضح جدا قدي دورات عم تكون تفاعلية تشاركية وقدي فيه اساليب متنوعة بالفعل يعني حتى شكي انو يحكوا انو من انا وكيف التعاون مع المشكلة وحل المشكلة كما نعرف استاذ ياسر يعني اليوم المشكلة تحتاج الى تحليل وتحديدها قبل ما نبدأ بوضع الخطوات لحل المشكلة قادرين الصبايا اللي عم تدربوهم انو بفعلا يحددوا مشكلتهم؟ تماما يعني انا بنتي عملت الدورة بس السنة الماضي هلا امو معون بنتي صبية فهي يعني قدرت مثلا تعالى تعمل لحاله برنامج بدون ما ترجع لأمه وابوه برنامج كيف تحطي برنامج مسلا انو انا مسلا جيت من المدرستي كتبت وظيفي عمل كزا ساويت كزا زي خطة عمل ارسل خطة عمل يومية مسلا هي بتعملها فرضا وبيحكونا كمان امهات يعني احنا هاي ثالث دورة من ساوية اول دورة وثاني دورة بحكونا لأمهات اول ابوهات فرضا شو استفادوا انو اولادهم بالبيت شو اللي اتحولت فيهم مسلا الدورات هاي الدورات كتير مهمة هاي خاصة لصبايا بس يعني بين قوسين مثل ما بيقولوا انو هاي الدورة لهذا السن حتى نحنا كنا منعتازة في بلدنا طمعا طمعا كيش هاي بكل مكان يعني ودى تعلق بظرف معين تماما يعني احنا هاي الدورات خاصة بهذا العمر للفتيات انو ضروري هاي الدورات تكون في اولون يعني كيف برمجوا وقتهم بالتأكيد بالدول الغربية حتى ببلشوا بهذا النمط من مهارات الحياة من اعمار كتير صغيرة مانت صح نعم نالك يجي وبتالي فادي يعني سؤال يعني لما تحدثت عن حل المشاكل دايما حتى بتعليم الكبار بيحفزوا الطريقة الابداعية في حل المشاكل فكل ما كانوا العمر اصغر هنه بيكونوا عم شغلوا مخهم الابداعي اكتر تمام مصدق صحي وممكن نيتأقلموا مع المشكلة بطريقة كتير اسهل مننا احنا الكبار تمام اللي لفت نظري سؤال كتير اساسي ممكن احنا الكبار مرات ما منقدر نجاوب عليه إنه مين أنا؟ ولمن أنا؟ ليش أنا عايشة؟ يعني الواحد يعرف أدي في رسالة إله بالحياة من أنت؟ أنت بتقول عني هلا أنا دروح لدعاء بالفعل يعني أنت دعاء خضعتي لدورة وهلأ صرت كمان أيضا عام الدربي طب نشوف أنري شو استفدتي وهلأ ناكست هاي على حياتك قبل ما تبلشي تدريب وشو هلأ الأصاص اللي عم تسمعيها؟ هل هي في التشارك مع البنات اللي عم الدربي هون؟ تمام هلأ أول شيء يمكن أن تكون أنت عارف الهدف لإلك لأداما بس ما عارف كيف تخطط له تمام صحيح أو أنه ما لك عارف كيف ترسم له أو تبلش فيه هاي النقطة اللي هلأ هن عم يتعلموها أنه أنت إذا أول شغل منسألهم أنتوا شو حلم كلبعدين؟ تمام في حلم قريب في حلم بعيدة وهو الحلم القريب أنه هي تقول لك أنه هي أنا خلص دراسته بس في حلم البعيدة اللي هو أنت لازم تسعيله أكثر كيف تحطي لهم الهدف البعيد يعني مثلا خمس سنوات أو ثلاث سنوات؟ لا الهدف القريب الذي هو خمس سنوات هلأ هذا يحطي لهم الهدف الطويل عشر سنوات؟ تمام أنه يكون عندهم بال أكتر يعني أنه هنا يكونوا حاطين شيء لأدام أكتر يعني على عمر 23 مثلا شو بتفكر؟ تمام أنه نحن نعطي لهم أنه أنتوا هلأ بهالفترة مثلا أنه شو حابين تتعلموا؟ ممكن هنا يقولوا لك أنه أنا حابة أتعلم مهارات بسيطة يدوية هاي هو القريب أما البعيد أنه أنا بس لأتخرج حاب بيكون هيك وهذا اللي بيسعلي أفاق للمستقبل أنه دائما الواحدة أم يفكر وهذا الشيء إيجابي بس بنفس الوقت ما بيحمل مسئولية أو أكتر بشغلنا بمجال أكتر يعني بكير على هذا التفكير بأصد ممكن أنه شغلة تكون حلمة هي لبعيد ممكن تكون في دورات بسيطة ممكن تكون إلى رابط بهالحلم هي تدخلها وتشارك فيها بدك تحفز هذا النوع من أنواع الأهداف حتى لو كانت صعبة المنال لأنه الحلم بإمكاننا أنه إحنا نحققه بس مرات إحنا منحط ضغوطات زيادة أرجع للبورد أو اللوح اللي كنتوا أنتم مستخدمينه وكان من البدايات فيه موضوع علاقة بالانفعالات والمشاعر قدي مهم بهالفترة وممكن فترات أصغر حتى إن الواحد الصبي أو الشاب يقدر يميز انفعالاته ومشاعره ويعبر عنها بدون ما يكون خايف إنه غيره بجيحكم عليه تماماً يعني بعض الأحيان أحجب لك مثال صغير أنا ابني مساكن أنا بطابق الثالث ابني إذا بدأ ينزل بالأسنصير يأكلهم فبينزل على الدرج شوي 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 دربناه صار ينزل بالأسنصير إنه عنده خوف مثل تماماً فهو عنده خوف ومثل هالمثال هذا فرضاً بإمكانه فرضاً واحد من أي شغلة بيقدر مثلاً يعني يقتبس من أي معلومة يعني شوي شوي بالتدريج بيقدر هو يغير حالته النفسية مخصف هذه يمكن مع ظروف لتعرضوا لها الفتيات ويعني الله يعين طبعاً للجميع بالداخل السوري مهم يعبروا عن مشاعرهم والإشاء اللي شاعرين ويعبروا هنين عن مشاعرهم بالشي اللي هنا بيحبوه مثلاً واحدة بتحب الرسم يطلع يرسمي واحدة بتحب الكتابة طلعي كتبي واحدة بتحب الطراب تصوري صبية بتحب الطراب مثلاً تعبر بالجميع تعبر أنه أنا بدي أسمع مثلاً يعني غنية فرضان إنشودة كذا يعني يمكن يكون في كبت معين بالبيت ما بيسمح لأنه التهييف فبتضل هي ببالا بدي أسألك يعني اليوم أستاذ ياسر مهارات الحياة متنوعة ومختلفة يعني فيه بالتعليم فيه بالشي الاجتماعي فيه حتى على المستوى الوظيفي اليوم أنتو شو عم تركزوا أكتر شي بالمهارات؟ والله نحن ببشائر خير نحن عم نركز على الأمهات الأمهات صراحة هني مغيبين بمجتمع يعني عالشي الأسري يعني تماماً على الأسرة نحن عم نركز بالتنمية البشرية على الأسرة حصرة يعني فيه تعليم ديني عنا فيه تعليم مهارات فيه للأطفال في عنا إشراقة أمل في عنا مشروع اسمه إشراقة أمل عنا الأخت عبير هي ساوتهم ضمن بشائر خير طبعاً مشكورة والله إزياء خير اسمه إشراقة أمل بالعطلة الانتصافية نحن عنا في بلدنا أسبوع هون شهر طبعاً فهذا الشهر نحن كل سنة بنعمل فيه مشروع اسمه إشراقة أمل وبالصيد كمان بنكمله مع الصغار يعني الصغار فرضاً نحن منحتي مع اليوم أنه انتو شو بتكم مثلاً طلعوا على المستقبل كذا 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 نحن ننمي عندهم اللي هو بديه ومنحاول فرضاً نرسم لهم فرضاً إن شاء الله يعني هنا لمستقبل بعض اللحين بجيك ولد ما عنده هداف يعني ببيتهم مكبوت فرضاً ما عنده شيء خلاص أنا هيك و بس يعني مدرسة بيت بيت مدرسة بتماماً يعني بدي أسكر الله شارية بس هكا يعني نفضل بالعكس نحن هنا نستفيد ونشوف نفضل أيضاً رأيكم وأفكاركم تفضل تمام هلأ بكنت أقول لك شارية نكتر سلح أسجلها لبعد لا لا من حدني اسمها الفدد أنا عندي مرتخي اسمه ويداد فابني أخي ساكن فوق مني بالطابة كنا بسوريا فقالت له بابا شد طلع من الاستقبل دكتور مهندس كذا إعلامي فأي بابا بدي أطلع مرتخي عم ويداد مالذة فتفكير فتفكير فالواحد يفكر حالياً وين هو ممكن بالضبط تفكر عم تفكر بشغلك ويسألك سؤال تجاوبه انت بإطار العمل ويسألك سؤاله كما حملت انت مع ابن تمام فالأطفال في عندهم سبحان الله في عندهم طاقة في عندهم المهارات نحن لا نستهين فيها ما لازم نستهين فيها طبعاً بلاكس ننميها بالصيف الماضي الأخ الدعاء والأنسي عبير عنا بفريق بشائر خير علموا الأطفال في عندنا كمان متدربة طبعاً لهذا الموضوع بالتعاون معهم أنه كيف يستفيدوا من شيء اللي بدان هنا مثلا يرموه يكبوه يعادة استدوير تماماً يعني مثلا علبة فرضاً الببسي كيف هي استفيد منها طالب من الطلاب راح قصة وخيط له مبارف شو هيك شغلة وحط له قلبه طراب وزرعه طرعت منظر ولا أرواح من هنا أو تحصالة أو أي شيء فعنا تدريبة كمان على المواضيع للأطفال عنا للرجال كمان ببشائر خير كمان في عنا لقاء يعني منتدى مثل منتدى فرضان في عنا للأمهات نحن كمان موضوع الأمهات شوي مغيب صراحة وقديه مهم يعني تفضلت حضرتك لبداية إذا شو تفادي عم تقول ودعائي ممكن أنت حكيتي إنه كتير أشياء ما بيحكوها للأهل يعني يعني إذنهم تكون برا لأنه الأهل أحياناً ما بيسمعونهم بالطريقة المزبوطة فشغلة كتير أساسية الصلطة للأهل طبعاً فشغلة كتير أساسية يصير فيه تدريب للأمهات كيف يتواصلوا مع الفتيات بهالعمر الحساس أنا بلاحظ عن المجتمع ككل يعني ما فيني أنا مثلاً يعني خصص ككل المجتمع أنه بتلاقي الأب أو الأم بعيد مثلاً عن ابنه الشب أو بعيد عن مثلاً ابنته الصبية فرضاً بتلاقي مثلاً يعني كل يومين ثلاثة أيام لأنك لا يقعد معها خمس دائر عشر دائر عملي هيك يا كذا ساوي هيك يا كذا طيب هاي بنتك هاي بنت تكون مرباية مثلاً بديكون فيه لباقة فرضاً التعامل في البيت أعطاعتك أستاذ ياسر يمكن مشكلة فينا بالعائلاتنا حتى بالمجتمع الشرقي مو بس بسوريا بشكل عام بشكل عام هو عم يكون دور سلطوي للأهل على الأبناء يعني هو صغير بسكوت دروس أعمال بأسليب غير يمكن ما فيه هاي المصارح أو التربية مو الحديثة يعني نحن حتى يعني بتربيتنا وبيئتنا وعاداتنا المفروض أنه يكون فيه تعاطف أكتر مع الطفل أعطاءه ثيقة يمكن لما يكون عنده ثيقة هنا الطفل بصير بيصارح أكتر بسما بيظل خوف وما في الثقة بدي يظل يخبي وما يحكي وبالتالي بدي اتجه للمجتمع المحيط أو الأطفال المحيطين أو يعني أبناء جيلة ويسمع يمكن أشياء الغريبة والمختلفة بعيدا عن مصداقيتها يمكن عنده أول شيء هو بيطلع منه الولد بعد هاي الدورة أنه هو يقدر يعبر عن الشيء لجواته طبعا حريط التعبير تمام هو أول شيء قادر أنه صارح أهله يحكي لهم كل شيء طبعا أنا بدي أسأل سؤال يعني بإضافة للمهارات الحياتية الاجتماعية تطوير أفكارهم الإبداعية لكن في موضوع كتير أساسي بهالعمر تحديدا اللي هو الحاجات الفيسيولوجية أو البيولوجية بيصير كتير في تغيرات مثلا جسدية الفتيات تحديدا قدي مهمة وعوهم من خطورة الزواج المبكر قد يكون من العلاقات كيف لازم يكون يعني فيها عفة أو مشروعة يعني عمر أيضا حساس وبيخطر عباله الطفل وإذا في أسئلة كمان تطرح من خلال هالدورات بهذا الخصوص فيه كمان أستاذ ياسر جاب لنا مرشدة نفسية خاصة لهالقصص ممكن أنه البنات ما يدروا يسألوا هالأسئلة قدام البنات كلهم يعني أن تجي بنات أنه تخجل أنه مثلا تسأله فيه مرشدة نفسية والبنات كلهم عندهم علم أنه أي حدا بده أنه يقعد مع المرشدة النفسية موجودة هي بأي وقت بتحبه وممكن أحيانا تيجي والدته أنه تقلق أنه هي البنة تصارح المجد النفسية قدام أمه أنه أنا عم بتدايع من ماما بهيك وهيك هذا موضوع مهم هذا بساز ياسر حب تعطيب أو تعليق الموضوع على كلام الآن نحنا زرنا بعض العوائل بس بالقرى البعيدة شوية فلقينا مثلا تتفضلي زواج مبكرة 13 و14 و15 سنة يعني شيء للأسر شيء مؤلم نعم يعني واحدة هلأ مثلا طالع بعمره بمقتبل عمره ولا مخطوبة وعرسة قريب أو متزوجة فرضا فهي أنا بحسها كارثة يعني يعني أنا برأيي البنت من تحت التساطعاش أو العشرين مثلا ما لازم تتزواج جسمها ما بيكون مهيئة بالضبط حتى التفكير لسي بكون مكتمل يعني سريب الحياة الحياة صعبة يعني ممكن فكيف هيدا تربي جيل أطفال صحيح طفل بيربي طفل بيكون وقتها فاقد الشيء لا يعطيه فما معقول يعني هي مثلا ما مكتملة فرضا بالحياة يعني ما لا هيك في عندها وهون مهم كتير أيضا يمكن التركيز على الأمهات والأباء في هذا الموضوع تحديدا يعني الموضوع ما بيخلص تماما نحن مشان هذا الموضوع ببشار الخير عنا حلقة متكاملة عنا للأباء موجودين للأمهات للأطفال ولا الصبايا وللشباب إن شاء الله إن شاء الله عنكم يعني بشأن الجهود عنا جد تشكروا عليها إن شاء الله تزيد وصير عدد أيضا عدد المتدربين أكتر والمدربين إن شاء الله إن شاء الله سيد ياسر محمد عمر وحضرتك مدير فريق بشائر الخير يا رب هيك دايما تسمعوا بشائر خير آمين الله يباري فيكم إن شاء الله وهدعاء محمد كلكم زوء شكرا شرفتونا بهالنهار الله يباري فيكم وشكرا لكم طبعا أنتم صدفتونا يعني ما شاء الله عنكم قناة أوريانت متألقة دائما ما شاء الله شكرا بوجودكم طبعا معنا إن شاء الله إن شاء الله بساجكم الله يقدركم كمان تفيدوا ناس أكتر ومشاهدينا فاصل مرجع مع فقد حياة الناس مشاهدينا من موضوع التدرب على أسليب الحياة بدنا نروح للغوطة الشرقية في فريق جولة الصباح رصد تأسيس رابطة الإعلاميين في الغوطة نعم وأيضا أهمية هالخطوة شو دور الإعلام بهذه الظروف مع بعض من تابع التقرير؟ ساعد صباحكم مشاهدينا اليوم رح نكون معكم بطاقة لنرصد تأسيس رابطة الإعلاميين بالغوطة الشرقية هالخطوة هي خطوة متلاحقة لخطوات سابقة بمأساسة العمل الثوري هي استمرار لتوحيد الجهود في كل اختصاص طبعا هي خطوة كتير حلوة ممتازة لجمع الإعلاميين بشكل عام بس إن شاء الله يكون هالرابطة يتمش مع كل عمي حقوقه أقل ما هناك نحن جمعنا بالمكاتب الإعلامية المنوعة الرابطة هي ضرورة ملحة لأبويتنا الحالي مشان نحن ننتقل لمرحلة جديدة من مرحلة العمل الفردي إلى مرحلة العمل الجماعي هالخطوة كان لازم من زمان تصير بما أنه يعني هون بالغوطة كله صار يتوحد عندنا قياد الموحد الخضاء الموحد فصار لازم خطوة إعلامية يصير في عنا إعلام موحد يعني لازم نكون رحنا نراعي مثلا الأمور العسكرية الأمور السياسية نفتقل لهذا الأمور يكون في ضوابط العمال يكون في حدود العمال الإعلام بحد ذاته هو سلاح بيد الإعلاميين لا بد من ضبط بهذا السلاح إعلام السورة يختلف عن إعلام الحيادي عن إعلام في إعلام السورة أنا بنظر أنه إعلام الإيجابي فكان إعلان رابطة الإعلاميين في الغوطة الشرقية هي مظلة لحفظ حقوق الإعلاميين يعني إن شاء الله تكون تحسين تطوير العمل الإعلامي التقوى صرت توصل بين الإعلاميين اللي كانت من بداية ثورة غير موجودة عنها سؤالنا لموجه لإصالة الأمور في الغوطة الشرقية طبعا لا شك هذه الرابطة جاءت بعد حوالي أربع أشهر ونصف من الاجتماعات والمناداء بالصوت العالي كانت من قبل كل الإعلاميين نريد مظلة مهنية تؤهلنا تطويرنا تدافع عن حقوقنا تضبط أيضا العمل المهني في الغوطة الشرقية عسى أن تكون نواة لتعميم هذه التجربة على مستوى التراب السوري هي تجربة فريدة من نوعها أعتقد التجربة الأولى بهذا المفهوم مفهوم مظلة مهنية يعني ما يوجد في الغوطة الشرقية من معاناة ومن حصار وحتى من إنجازات أكبر بكثير مما تم تغطيطه حتى الآن على وسائل الإعلام هي خطوة كبيرة كثير وخطوة تستحق أن يقول عنها واعية جدا لعل تكون الغوطة الشرقية هي بداية العمل المؤسسات المنظمة في سوريا هي رابطة بدم جميع الإعلاميين في الغوطة الشرقية خطوة جريئة خطوة بالطريق الصحيح بإذن الله نحو تنظيم عمل الإعلاميين عمل جسم إعلامي واحد داخل الغوطة الشرقية يعني يؤدي إلى نضوج أو يعني وعي في إيصال الصورة كونه في تشتت بالإعلام بشكل عام صراحة كانت خطوة كتير ممتازة يعني حصلنا لأول مرة مثل ما شايفين اللي نجمع كل إعلامي الغوطة الشرقية نتمنى من كل المحافظات تكون على نفس الخطوة القائمة عليها بالغوطة الشرقية خطوة إن جاءت متأخرة لكنها ضرورية ومن ضرورة بمكان لابد من العمل الإعلامي أن يكون منظم بتصور يمكن هي الرابطة الجديدة هي من أفضل أجسام اللي صارت بالغوطة الحقيقة يعني بنقشها فيت الوضع بالغوطة لكل العالم هي خطوة ضرورية كتير بهذا الوقت من شان نوحد جهود العمل الإعلامي بالغوطة الشرقية يكون عمل فعال ما يكون عمل عشوائي أن تضبط العملية الإعلامية تكون سلاحاً لنا ضد عدونا كان لابد من إيجاد جبهة مقابلة تدافع عن الإعلام الداخلية للغوطة الشرقية كونه عمل واحد هذا ما بيعني أنه حيكون في رأي واحد لا بالعكس حيتم كل واحد حيقدر يحكي رأيه لكن ضمن ضابط عامة والله هي كانت خطوة ضرورية بهذه الفترة اللي عم معيشها نحن في ظل تواجد أكثر من توجه الإعلاميين نتمنى تكون الخطوة هي خطوة حقيقية لإستخدام الإعلام بيحربنا مع النظام يوريونت نيوز كان معكم هادي أبو ريان أبو الهودة خالد أهلا بكم مشاهدينا في جولة على أهم عنوين الصحافة هذا الصباح ونبدأها من صحفة العربية الجديد وفيها الحوثيون والبيضاء شبح الحرب الأهلية العبادي يحل عقدة الحكومة القوى الغربية تطالب بوقف فوري للمعارك في ليبيا ليبيا 41 قتيلا حصيلة مواجهات بنغازي خلال يومين تونس سجال الحلفاء جدل ساخن بين النهضة وحزب المرزوقي اليمن الحوثيون ينتشرون في يريم بعد سقوط 20 قتيلا اطلاق رصاص على الحدود يثير احتجاج المغرب على الجزائر مركز دراسات يقول صراعات طائفية لسنوات في الشرق الأوسط رايتس ووتش أوضاع مخيمات اللاجئين الصحراويين بالجزائر مقلقة نبقى في العرب الجديد كتب كثيرون عن تنظيم الدولة وخطر تمدده وأخيرا حول استقطاب التنظيم للشباب من كافة البلدان والكل يرى في هذا التنظيم مخرجا أو هدفا للوصول إلى غاية في أنفسهم خاصة إن كانت أم عامة يقول أسامة عثمان في صحيفة العربي جديد في مقال بعنوان داعش بين الخطر والتوظيف نتابع مهما اختلفنا مع تنظيم الدولة أو شاب نظراتنا إليه الغموض فإن تمدده المكاني على الرغم من تضافر قوى دولية وإقليمية عليه وقدرته على الاستقطاب التي لا تقتصر على أبناء المنطقة من العرب ولا على المسلمين في الغرب وغيره بل تتعداهم إلى معتنقي الإسلام من الغربيين أنفسهم ولسيما في جيل الشباب هذه الملامح تسترع النظر مع أنه قد يشكك في دلالة هذه الملامح على قدرات التنظيم الذاتية فيقال إن دولا ترعاه وتسانده تارة هي أمريكا وتارة إيران وتارة تركيا وأخرى السعودية مع ما في هذه الاحتمالات من تناقض لافت إلا أنه أولا لم تنهض أدلة كافية على هذه التبعية أو التوظيف على فرض تبعية هذا التنظيم وتوظيفه دوليا وإقليميا فإن التركيب التي تبتني عليها من حيث الصفة الإسلامية مرجعية والجهاد آلية والأممية نطاقا يشيل داما ركبه فرضا بمقاربة أكثر ملاءمة للتحولات الفكرية والسياسية التي يحضر فيها الإسلام السياسي طرفا فاعلا لا يمكن تجاهله مؤكد أن مفهوم الأمة الإسلامية لم يتلاشى تماما في أذهان المسلمين وحتى في غيرهم من أهل هذه المنطقة التي حكمت بالإسلام شريعة وحضارة قرونا ولهذه الصفة الأممية الإسلامية مفاعلها السياسية لدى من يستشعرونها وهم نسبة ملحوظة من عموم المسلمين يخشى أن يصبح داعش رأس الحرب في دفاع السنة عن أرواحهم ووجودهم في وجه التغلب الشيعي في العراق وفي سوريا حيث نظام الأسد المدعوم من إيران والحكومة العراقية وحزب الله هذا الدعم الذي يكبت المطالبات السورية بتغيير سياسي أكثر توازنا وفي اليمن حيث تنشط القاعدة أخيرا وهي ليست بعيدة جوهريا عن داعش لمواجهة التمدد الحوثي أو محاولات استحواذه على الدولة والبلاد فداعش قد يتراء الآن ندا للخطر الغربي الخارجي الذي يضرب في أماكن عدة من العالم الإسلامي كما في فلسطين وأفغانستان وأفريقيا وغيرها وخصما عنيدا للخاطر الطائفي المستخدم للشيعة وإلى صحيفة المستقبل والتي تطالعون العناوين التالية هذا الصباح القضاء البريطاني يدين أربعة شبان بتهمة الولاء لداعش وألمانيا اعتقال شخصين يشتبه بانتمائهما لداعش العبادي دمار العراق من سوريا القوات المسلحة المصرية تجري أكبر مناورات في تاريخها قائد الجيش الباكستاني يحذر من أي عدوان ضد بلاده واشتباكات بين حوثيين ومؤيدين للإسلاميين في وسط اليمن طائرة أمريكية تعود بعد مهمة سرية دامت سنتين محادثات صريحة بين كاري ومسؤول صيني العثور على جثة ممثلة أمريكية في قاع النحر الكاتبة الصحفية ثوريا شاهين عرجت اليوم في مقالها في جريدة المستقبل إلى لبنان وخطر الإرهاب الذي يمكن أن يتربص به وإن لبنان يمكن أن ينقى بنفسه بعيدا عن ذلك كله في حال ابتعد عن التحالفات الدولية وظل متخذا موقف محاربته مع العالم إجمع وليس في حلف دولي محدد تقول شاهين تحت عنوان لبنان بمنأة عن خطر الحرب ضد الإرهاب نتابع بعض مما قالته ثم تتخوف من امتداد الإرهاب المتطرف إلى لبنان وهذا ما يشكل تهديدا كبيرا وخطرا في حين أن عملية مكافحته في كل من سوريا والعراق ستأخذ وقتا لا سيما وأن خبراء أكدوا أن هذه العملية من الجو وحدها لا تنفع هل لبنان فعلا في خطر؟ تفيد مصادر دبلوماسية أن لبنان ليس في خطر كبير إنما هو في جو أحداث معينة ومحددة فقط إنه ليس في خطر حرب كبيرة كما يحصل في المنطقة لكنه أيضا في الوقت نفسه في حال تحسب لخطر ما طالما أن الحكومة تعمل وكل الطوائف ممثلة بها فمن شأن ذلك إبقاء لبنان بعيدا على المخاطر الكبرى الدول الكبرى لديها قلق على الوضع الأمني اللبناني في إطار القلق على الوضع في المنطقة لأنه بمجمله غير مستقر ويقع على جانب كبير من الخطورة نتيجة الحروب في العراق وسوريا وتفيد المصادر أن لبنان ليس متحالفا مع التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بشكله الحالي إنما هو ضد داعش أي هو ينخرط في إطار عالمي لمكافحته وليس في إطار حلف محدد إن كل دولة تحارب الإرهاب لبنان حليف لها وهو ضد داعش سواء في سوريا أو في العراق وأكيد حيال ما يحصل بالنسبة إلى الحدود الشرقية اللبنانية وكانت لافتة مشاركة قائد الجيش العماد جان قهوجي في مؤتمر رؤساء أركان الجيوش في الدول المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب لكن المصادر تؤكد أن لبنان لا يمكنه أن يكون بعيدا عن النشاط الدولي لمكافحة الإرهاب لا سيما وأنه يعاني إرهاب المنظمات نفسها الموجودة على الحدود اللبنانية الشرقية وعانى في السابق إرهابا متطرفا لكن ليس هناك من طرف دولي يؤكد أن لبنان قد ينزلق إلى وضع مشابه للوضعين السوري والعراقي في صحيفة العرب الدولية لهذا الصباح علي فرزات لم أكن صديقا لبشار الأسد وهو من تسلط على صداقتي في مصر خوض معركة استباقية ضد المجموعات الإرهابية البحرى للعرب قادرون على طرد داعش خلال عام حرب استنذاف الحوثيين تبدأ مبكرا في اليمن ملال يوسف ذاي الطفلة التي وصلت إلى العالمية بثلاث طلقات رصاص لقاء أكراد سوريا مع الموفد الأمريكي يعزز مخاوف أنقرة رفض بطاقة ائتمان باراك أوباما في مطعم بنيويورك أبل تكشف عن الجيل الجديد في حواسيبها اللوحية سرطان الرئى يظل كامنا في الجسم طوال عشرين عاما حول المخاوف التي تنتاب العالم العربي اليوم من سيطرة تنظيم الدولة على بغداد وتوسع مساحة سيطرتهم يكتب مايكل نايتس في العرب الدولي اليوم ويقول إن هذا التخوف من داعش غير منطقي لأنهم كانوا موجودين بالأصل في بغداد وإن كانت أنشطتهم همدة لكن النقطة الحساسة هو استغلال الخلافات المذهبية لتحقيق أغراضهم مما ينذر بعواقب وخيمة على المجتمع هناك يقول نايتس في مقاله بعنوان أسباب خسارة الدولة الإسلامية نتابع ما قاله يبدو أن الكثير في وسائل الإعلام العالمية قد دقوا نقوس الخطر إثر توصلهم إلى نتيجة مفادها أن الجماعة المعروفة باسم تنظيم داعش أمست على أبواب بغداد وقد حقق داعش مكاسب كبيرة في محافظة الأنبار المنطقة الثائرة في غرب العراق التي تشهد الطرابات دائمة كما أنها قريبة من بغداد ووفقا لذلك لا بد أن تكون بغداد هي المدينة التي ستسقط في المرحلة المقبلة على الجميع أن يتحلوا بالهدوء إن الواقع هو أن تنظيم الدولة الإسلامية وسابقه كانوا دائما في بغداد فالعاصمة العراقية والمدن المتخمة لها حزام بغداد ساحة معركة ميؤوس منها منذ عام 2003 يكافح تنظيم الدولة الإسلامية للحفاظ على قبضته على ساحة المعركة مع شركاء غرباء وقد يكون متوجها نحو بغداد في الوقت الحالي بسبب حاجته الماسة إلى تحقيق انتصار كبير أكثر من أي أمر آخر وحتى وإن بدأ تنظيم داعش يحرز تقدما في أماكن ثانوية مثل كوباني البلد الكردي السوري على الحدود إلا أن التنظيم يتداعى داخل العراق وبالتالي يحتاج إلى جبهة جديدة لتجديد حملته لا يمكن للدولة الإسلامية السيطرة على بغداد بشكل مطلق لذا كان التنظيم يصب جهوده على تعزيز سيطرته على المناطق السنية في شمال العراق وغربه وكما يشير محل لمكافحة الإرهاب ديفيد روس يبدو أيضا أنهم قد أصبحوا يركزون اهتمامهم على كوباني وربما على حساب مهمات ذات أولوية قصوى في العراق وسوريا إن إحدى الخيارات المطروحة هي قيام انتفاضة في الأحياء السنية غرب بغداد وهي مناطق مفتوحة نحو صحراء الجزيرة التي يهيمن عليها داعش إلى الشمال الغربي من بغداد نترككم مشاهدينا مع مختارات من رسم الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر 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 وتمكن لاعب خط الوسط الكولومبي 5 جيجز من وضع اسمه على لائحة التهديف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة السادسة والستين ترجمة نانسي قنقر 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 بهذا الفوز رفع المانسي قنقر في المركز السادس الهدف الأول في الدقيقة السادسة من الشوط الأول وتحصل كل من المدافع الاسمه على الورقة الحمراء في الدقيقة الأربعين وكذلك ديلايني في الدقيقة الثالثة والأربعين ليكمل الفريقان الشوط الثاني بعشرة لاعبين وفي النصف الثاني تمكن لاعب خط الاسباني سيستفابريغاس تمكن من مضاعفة النتيجة بتسجيله الهدف الثاني بعد سلسلة من التمريرات الرائعة في الدقيقة الحدية والخمسين وقبل نهاية اللقاء بدقيقة سجل كامبيل هدف أصحاب الأرض لتأتي بعدها صافرة الحكم وبهذا الفوز رفع تشلسي رصيده للنقطة الثانية والعشرين في المركز الأول فيما توقف رصيد الخاسر عند ثمان نقاط في المركز السادس عشر من جهته تعادل أرسنل بصعوبة مع ضيفه هال سيتي وبهدفين لمثلهما بهذا التعادل رفع القنرز رصيده إلى النقطة الحادي عشر في المركز السادس فيما رفع هال سيتي رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز التاسع إلى إيطاليا توقفت سلسلة الانتصارات المتتالية ليوفينتوس بعد وقوعه في فخ التعادل الإيجاري أمام مضيفي نادي ساسولو بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم على ملعب كومونال ريتشي ضمن الجولة السابعة من الكالشيوب افتتح ساسولو التسجيل أولا عبر المهاجم الدولي السيموني زازا بتوقيعه على الهدف الأول في دقيقة الثالثة عشر وتمكن حامل اللقب نادي اليوفي من معادلة النتيجة بتسجيله الفرنسي بول بوغبا لهدف التعادل في دقيقة التاسع عشر بهذا التعادل رفع اليوفي رصيده إلى النقطة التاسع عشر في المركز الأول بفارق نقطة وحيدة عن روما فيما رفع الساسولو رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الثامن عشر مؤقتا هذا وكان فريق العاصمة قد انتصر بالثلاثة على حساب ضيفه كييفو فيرونا في باكورة مباريات الجولة وسجل للذئاب كل من المهاجم المتألق ماتيا ديسترو والصربي آدم ياييتش والقائد المخدران فرانشيسكو توتي وفي قمة مباريات اليوم يحل نابولي ضيفا على انتر ميلان إلى ألمانيا عزز حامل اللقب نادي بايري ميونيخ عزز موقعه في الصدرة بفوزه العريض على ضيفه فوردر بريمينو بستة أهداف مقابلة لشيء في اللقاء الذي يقيم على ملعب يانزارنا ضمن الجولة الثامنة من المنافسات الدورية الألمانية توزعت أهداف الباباري على كل من القائد فيليب لام والإسباني تشابي ألونسو والثناء الألماني توماس مولر وماريو جودزي ومن ثم عاد مجددا نام لإضافة الخامس قبل أن يسجل السوبر ماريو الثاني أهدافه ليختتم سداسية فريقه بهذا الفوز رفع بايري ميونيخ رصيده إلى النقطة العشرين في المركز الأول فيما توقف رصيد الخاص عند النقطة الرابعة في المركز الثامن عشر والأخير أما بروسيا دورتموند فقد استمرت معاناته عندما سقط أمام كولن بهدفين لواحد سجل للفائز كيفين بوغت وسيمون زولر فيما سجل للفريق الأصفر تشيرو إمبولي وبهذه الهزمة ترجع دورتموند إلى المركز الرابع عشر عند النقطة السابعة فيما قفز كولن إلى المركز العاشر عند النقطة التاسعة المزيد من أخبار الرياضة في سياق التخليل التالي نتابع معنا نبدأ من سربيا مع اتهامة وجهها رئيس الوزراء أليكسندر فوسيتش لمسؤولين ألبان بالتورط في رفع عالم ألبانيا الكبرى في المدرجات وأرض الملعب خلال مباراة بين سربيا وضيفتها ألبانيا ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 وأشار فوسيتش إلى أن السلطات السربية تجري تحقيقات في هذه الواقعة أنتظر بشغف طريق الاتحاد الأوروبي على ما حدث حذرت شركاءنا خمس مرات من العواقب السياسية وغيرها التي قد تنجم عن الاستفزازات التي ارتكبها مسؤولون من ألبانيا كل الأشخاص الحاضرين بالاستاذ كانوا من المسؤولين الألبان كان من الواضح أنهم حضروا إلى الاستاذ بنية واضحة لاستفزاز مضيفهم وكشف فوسيتش النقابة عن أن بعض المسؤولين الألبان من الذين حضروا المباراة كانوا يرتدون أوشحة تحملوا شعار جبهة تحرير كوسوفو التي ناضلت من أجل الاستقلال عن سربيا في التسعينيات وخلال المباراة استخدمت طائرة تعمل بالتحكم عن بعد في رفع عالم ألبانيا الكبرى فوق الملعب مما فجر اشتباكات بين عدد كبير من لاعبي الفريقين ألغي على إثره اللقاء من جانبه نفى رئيس الاتحاد الألباني لكرة القدم أرماندو دوكا مسؤوليتها لاعبي منتخب بلاده عن إلغاء مباراتهم أمام سربيا مشيرا إلى أنهم احترموا كل قواعد اللاعب المتعارف عليها بينما أوضح قائد المنتخب الألباني لوريك كانا أنه وزملائه تعرضوا للهجوم أثناء خروجهم من الملعب وأن الحالة النفسية السيئة التي أصيب بها وعدم إحساسهم بالأمن كلها عوامل منعتهم من استكمال المباراة التي توقفت لنحو نصف ساعة ونتحول إلى إسبانيا حيث حصل الإرغويني لويس سواريز مهاجم برشلونة الجديد على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف للموسم الماضي في حفل أقيم بمدينة برشلونة وذلك بعد أن توجى بلقب هداف الدور الإنجليزي الممتاز عقب تسجيله 31 هدفا في 33 مباراة مع فريق ليفربول خلال الموسم المنصرم وتقسم سواريز الجائزة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجمي ريال مدريد وعرب سواريز عن سعادته لانتهاء فترة إيقافه في الرابع والعشرين من تشرين الأول الحالي أي قبل يوم واحد فقط من كلاسيكو الدور الإسباني بين البرشا والريال ما يعني أنه سيكون بوسعه خوض المباراة إذا ما قرر مدرب برشلونة إشراكه لتكون مباراته الرسمية الأولى مع الفريق سيكون ظهوري للمرة الأولى مع البارسا في استاد برنابيو أمرا ذا أهمية خاصة للغاية سأبذل محاولات بل سأفعل كل ما بوسعي عندما ارتدي قميس برشلونة هذا ما أستطيع عمله والختام مع كرة القدم الأفريقية حيث أقال الاتحاد النيجيري ستيفان كيتشي مدرب المنتخب الوطني بعد سلسلة من النتائج السيئة حققها مع الفريقي في مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ولم يفوز نسور نيجيريا سوى بمبارتين فقط من آخر 12 تخاضوها آخرهما فوزهم على السودان بثلاثة أهدف لهدف لتتخلف نيجيريا بفارق أربع نقاط عن جنوب أفريقيا التي تتصدر مجموعتها وبفارق ثلاث نقاط وراء الكونغو صاحبة المركز الثاني هذا وتولى كيش تدريب نيجيري العام 2012 وقضها للفوز بكأس أمم أفريقيا للعام التالي في جنوب أفريقيا والتأهل لكأس العالم في البرازيل بالعودة لمباريات الليجة يوم الأمس شهدت تسجيل أرقام قياسية كريستيان رونالدو وصل للهدف الخامس عشر فقط بعد مرور ثمان جولات على انطلاق الليجة وهو بالمناسبة شارك فعليا فقط في سبع مباريات هو كسر الرقم التاريخي لهدفين الليجة السابقين كان لعب اسمه تشيباريا يلعب في نادي أوفييدو وصل له ذلك الرقم لكن بعد مرور ثمان جولات رونالدو وصل لثمان جولات لكن بسبع مباريات نبقى مع الأرقام القياسية وبرشلونة أيضا ليونيل ميسي اقترب لأن يكون الهدف التاريخي في تاريخ الدوري الإسباني للآن هو 250 هدف يوم السبت القادم مباراة لكلاسيكو المنتظرة كلاسيكو الأرض كلاسيكو العالم مع ريال مدريد إذا سجل في السينتياغو برنابيو سيكون أفضل احتفال لأنه سيصل للهدف 251 وسيعادر رقم المهاجم التاريخي لأتلاتيك بيلباو المهاجم زارة الذي سجل 251 هدفا إذن بانتظار كلاسيكو يوم السبت برشلونة وريال مدريد نشاهد مباراة استمتع بها ونشاهد ميسي ماذا سيسجل أم لا بالعودة لريال مدريد أنشيلوتي بالأمس أراحى عددا من لاعبيها مثال بيل وراموس ادخارا لجهودهم في مباراة هذا الأسبوع المزدحم بالمباريات مستقبل هذا الأسبوع سيواجه ليفربول يومي ثلاثة والأربعاء بدوري أبطال أوروبا ومن ثم سيرحل لملاقات سيستقبل عفوا برشلونة في السينتياغو برنابيو نتحدث سريعا عن تشيلسي بالدور الإنجليزي ثأر لخسارته الموسم الماضي على نفس الملعب بالذات من كريستال بالاس بهدف جون تيري سجل بالخطأ في مرماه بالأمس تشيلسي كان رائعا مقنعا تشيلسي هو كما قال أنشيلوتي الذي دربه في السابق وأخذ معه دور الإنجليزي وكأس إنجلترا أيضا قال أنه أبرز المنافسين لريال مدريد أوروبيا هذا الموسم على الساحة الأوروبية تشيلسي حقق فوزا مهما بعشرة لاعبين بالاقتراق الرائع لسيسك فابريغاس بعملية ثلاثية تسمى وينثري في عالم كرة القدم وصلنا لنهاية أخبار الرياضة شكرا لكم على حسن المتابعة عودة إلى الزملاء فادي وهناء لاستكمال مشوار جولة الصباح يعطيك العافية شكرا جزيلا مشاهدين وصلنا لفقرة راح تحبوه أكيد نحن هالفقرة حددناها كل يوم أحد ورح نبداها اليوم من هالخبر حيث أعرب الفنان السوري جمال سليمان عن سعادته هو عم يشاهد برنامج اكتشاف المواهب أرب آيدول وقال أنه مشاهدته ممتعة مبديا رأيه بلجنة التحكيم أيضا عبر الفيسبوك بأنها تقص أحيانا على المشتركين وقال برنامج أرب آيدول برنامج ناجح بكل ما تعنيه الكلمة مشاهدته ممتعة وجميلة وهو عم يعرفنا على مواهب عظيمة لشباب وصبايا رائعين وما كنا نعرفهم لو لا البرنامج وقال الفنان أنه هالأغاني المنطقات بتعيدنا إلى أيام الفن الحقيقي حيث كانت الأغنية كلمات ولحن وصوت ولا يجوز غياب أي من هذه العناصر فما بالك بغياب العناصر الثلاثة وتبع سليمان لجنة التحكيم تتعامل برقي مع المتسابقين أحيانا تقصوا ولكنها في النهاية تقول ملاحظات نتعلم منها نحن أيضا أصول الاستماع والتذوق فتحية لهم أما التحية الكبيرة فلهؤلاء الشباب الموهوبين الذين أتوا بقلوب دقاتها مسموعة ليقول للعالم نحن موهوبون نحن هنا ويدهشوننا بمواهبهم ومشاهدينا بعد الأخذ والرد اللي حصل خلال مؤتمر الصحافي الأخير اللي عقدته مجموعة MBC لبرنامج أرب آيدل وعلى خلفية المواجهة التي حصلت بين أهل الصحافة وأحلام وتغريدات أحلام على أحد مواقع التواصل الاجتماعي اللي نعتت فيها الجسم الصحافي بالعاهر أكدت تسريبات صحفية إنه إدارة MBC وجهت لإحلام انذارا قطيا ورسميا تنذرها فيه بضرورة حسن سيرها وسلوكها في سهرات المباشرة للبرنامج من خلال تعاطيها مع المشتركين ومع الصحافة والإعلام وطبعا هذا القرار صار بعد ما تخطط أحلام الخطوط الحمراء في السهرات والمواسم الماضية وإذا لم تتقيد أحلام بالإنذار سيكون هذا الموسم هو الأخير لها في البرنامج ومع الشائعات حيث لأذالت شائعات الوفاة تلاحق النجوم في العالم العربي وكان آخر ضحاياها هذه الشائعات الفنان السعودي القدير فنان العرب محمد عبدو إثر نوبة قلبية دهمته بجدة وطبعا هذه ليست المرة الأولى التي يتم تداول مثل هذه الرسالة المفجعة في عام 2014 بل هي الثالثة حيث كانت الأولى بداية العام والثانية في شهر مايو الماضي والغريب أن جميع الإشاعات المغرضة وانتشار مثل هذه الرسالة يتم أثناء سفر الفنان محمد عبدو بدوره أكد ابن فنان بدر عبدو أن والده بخير وأن سبب إغلاقه للجوال هو سفره إلى لندن التي وصلها فجر يوم الاثنين الفائت وأخبار عن الخيانة، خيانة الوطن والخيانة الزوجية والتي اتهموا فيها مكسيم خليل وتصريحات خاصة من طريقة حسين فهمي طبعا هذه التصريحات خاصة لراديو أوريانت من تابع التقرير أحداث وأخبار فنية متنوعة حصلت في الفترة الأخيرة كان أبرزها تصريح الفنان السوري مكسيم خليل أن أكثر ما يجرحه اتهامه بخيانة وطنه سوريا وأنه أخذ أموال من الخارج لإعلان مواقف سياسية معينة من جهة ثانية نفى الفنان السوري مكسيم خليل انزعاجه من الشائعات التي تتردد بخصوص علاقاته النسائية سيما أن أي فنان معرض لهذا النوع من الشائعات لافتا في الوقت نفسه إلى أن زوجته الفنان السورية سوسا أرشيد لا تعير اهتمامها لأي نوع من هذه الشائعات وعلى الصعيد الفني يشارك خليل بعملين جديدين في مصر الأول هو المسلسل المصري جنات الذي تدور أحداثه عن عالم المافيا والصراعات والجريمة أما العمل الثاني فمصري أيضا وهو الجزء الجديد من مسلسل سيرة حب إلى جانب الفنانة سيرين عبد النور في حين لم يتعاقد مكسيم على أي عمل سوريا للموسم الجديد إلى حد اللحظة ونبقى في أخبار مصر المحروسة حيث كشف النجم المصري أحمد السقا أنه يتحضر لعمل هوليوديا جديد إلى جانب النجم العالمي جاني كلود فان دام حيث لا يزال التواصل حول هذا الأمر مستمرا وفي سياق آخر كشف السقا أنه يحلم بتجسيد شخصية خالد بن الوليد في عمل درامي أو سينمائي مستقبلي وفي الحلقة الفائتة من بيت الفن عبر أثير راديو أوريانت صرحت الفنانة المصرية لقاء سويدان أنها من المستحيل أن ترتبط بفنان مرة أخرى خصوصا بعد فشل تجربة زواجها من الفنان المصري حسين فهمي أنا أصلا في الأول ما كنتش مقتنعة أن أنا ممكن أتجاوز من فنان طبعا المصيب وفي حاجة مكتوبة من قبل ما نتولد صحيح أكيد لكن لا مش هكرر تجربة زواج من فنان لأنه إحنا شغالينا صعب عوي وبصراحة يعني سمع بالنسبة لأي زوج يتفاهم طبيعة شغل الفنانين حتى لو هو فنان مهما كان الرغول العربي أو رجل الشرقي طبيعة خاصة لكن أنا مش هكرر فكرة أنه ممكن أتجاوز من فنان دي خلص طب ندمان على تجربتك الأولى ولا حساتي مرأة وخلص راحت لا أنا أبندنش على حاجة لأن كل حاجة فيها الحلوة والوحش ما نقدرش نقول في حاجة كلها وحشة أو حاجة كلها حلوة مليون في مية صحيح كل تجربة بيبقى فيها الكويس والوحش وأنا مش من نوع البنكر الجيني يعني كل حاجة وليها حلوتها وكل تجربة بتعدي على الإنسان بيتعلم منها حاجة وأنا تعلمت كتير وكانت تجربة مهمة في حياتي أنا باعتبر الدنيا كده يعني خطوة بتوصل لخطوة خطوة بتعلمك إزاي تكملي بعد كده صح؟ أكيد إزاي تتلافي أخطاء مثلا نستكت فيها أو حاجات لقيت نفسك مش قادرة تتعايش معاها طيب بالختام بس إذا منحكي عن جديدك شو عم تحضر جديد؟ والله لسه إن شاء الله يعني عندي بإذن الله برضو مصرحية وعندي في عمل يعني لسه بقرابة رسول رمضان الجيد بالفعل يعني مشاهدينا فقرة إن شاء الله بنتابعهم ونطورك الأسبوع معكم بيكون عنا ضيوف خاصين أيضا عبر تيفيزيون أوريانت شفتي يعني عم يكون في دائما شائعات عم تطلع على الفناني برأيك أنه هل هي دعاية لأكتر لشهرة ولا لا؟ لا عم تطلع للشخصيات العامة عادة هيك بتطالها لكتير من الشائعات هلأ بتهيق لي يعني ما بنحب نظرية المؤامرة بس تأكيد في بعض الفنانين أو الموزعين حربية تطلع نظرية المؤامرة بحبوا إنه مثلا تطلع لهم إشاعة معينة حتى يتم تداولها بالمواقع وبالتالي برجع هيك بيطفوا على السفتح اسمه أفكرة أيضا بدي أعقب برنامج أربا أيضا بالفعل هو برنامج عم يكون في مواهب كتير مهمة وأصوات وبالعكس يعني بتمنى يكون فيه برامج أخرى أيضا تكتشف المواهب علميا ثقافيا فكريا حتى يكون فيه برامج أكتر من إنه غناء بالتأكيد مهم جدا وخاصة يعني إحنا اليوم الصبح كان معنا الأستاذ ياسر وغيره من الخبراء اللي بتحدثوا عن أهمية تنمية المواهب بمجالات المختلفة من عمر صغير هذا الإشي اللي ممكن هيك يعني يرتقي فيه مجتمعاتنا لكن دعاقب على بعض الأفلام اللي إحنا شفناها فيه فيلم ترشح لأوسكار فيلم هو لمخرجة فلسطينية عم بحاكي الواقع أيضا إن شاء الله يا رب نتمنى لهم كل التوفيق اسمها رند النجار أعتقد موجودة برنامج خلاص إن شاء الله برنامج مصديفة أيضا شي يوم نحكي عن هذا الفيلم وهلأ وين نرون؟ هلأ مشاهدين من أخبار الفن والفنانين ومباشرة للبنان وزميلة رنين إدريس رنين حذرت فقرة خاصة من لبقاء خلينا مع بعض نتابع أهلا فيكم مشاهدين من الجديد وقدمت الهيئة العامة للتنمية البشرية في مدينة الريحانية مشروع تركيب ألف طرف اصطناعي لسوريين نعم وهؤلاء هنا للأسف تعرضوا لبتر طرف أو أكثر من أطرافهم وبدأ المشروع برحلته الأولى بتركيب 22 طرف صناعي نتابع التقرير لم يستطع الناشطون أن يوثقوا بشكل دقيق أعداد السوريين مبتوري الأطراف لكن الرقم تخطى عتبة العشرين ألفا هذا الرقم وبدخامته اختزل المشهد السوري الذي أصبح أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث لذلك كان لابد من حلول إسعافية هي حملة حملة الأطراف الصناعية تركيب ألف طرف صناعي لألف من إخواننا الذين بوترت أطرافهم إما يد أو رجل وبدأنا الحملة ب22 طرف صناعي تركب اليوم وغدا عن طريق الشركة الكورية وهي شركة متخصص عريقة في هذا المجال إن دققنا قليلا بهذه الأرقام ندرك حجم الكارثة فرأى كل رقم شخص فقد أحد أطرافه أو جميعها وأصبح عاجزا عن مواجهة الحياة وحيدا هذا المشروع قدم فرصة لهؤلاء ليعتمدوا على أنفسهم مجددا شيء صعب جدا على الإنسان أن يعيش بلا طرف يد أو رجل أكرمنا الله سبحانه وتعالى بمساهمة بتركيب أطراف صناعية لإخوة ليعودوا إلى حياة طبيعية يمارسون من خلالها حياتهم اليومية وجدنا مشاعر جدا رائعة لمن دخل بعكازين وخرج يمشي على قدمين مدنيون وثورة وإعلاميون هم ضحايا البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية المحرمة دوليا يأتون اليوم كي يحصلوا على جرعة أمل من طرف صناعي لربما يعيدهم إلى حياتهم الطبيعية أنا كنت ناشط علامي في دير الزور قمنا بتوثيق جراء من النظام وفي أحدى المعارك وصبت فكتورة يدي اليسار وأنا هنا من أجل أن أقوم بتركيب طرف صناعي يساعدني على الرجوع إلى عملي مجددا يتخلى هؤلاء عن العكازات ويعودون للمشي كطفل يخطو خطواته الأولى هي فرحة لا يمكن أن توصف فتركيب الطرف الاصطناعي يعني لهم حياة جديدة يعني أكيد بدأ يكون شعور حلو يعني بدأ يرجع إنسان طبيعي بدأك تقول 90% الحمد لله رب العالمين مشروع تركيب ألف طرف صناعي هو خطوة في طريق إعادة الأمل بالحياة لمن فقدها جراء بتر أحد أطرافه أمار دندش أورينت نيوز من مدينة ريحانية مشاهدين من مدينة ريحانية بتركيا إلى عمان وأقيم معرض للجامعات المعرض هذا ضم استراض للجامعات الغربية اللي حاببين يدرس فيها الطلاب العرب بالتأكيد يعني دراسة الأكاديمية في الدول الغربية بوقتنا الحالي حلم براود الكتار من الطلب العرب خليما بعد نتابع معرض للجامعات العربية بحضور طلبة من جميع الجنسيات واللي أقيم مؤخرا في عمان الأردنية مئات من الطلاب توافدوا إلى هذا المكان علهم يغتنمون فرصة تمكنهم من إكمال دراستهم في إحدى الدول الأجنبية في دورته السادسة عشرة استضاف معرض الجامعات الأكبر في الأردن الطلاب من جميع الجنسيات للمشاركة في هذا التجمع الذي ضم أكثر من 27 جامعة أمريكية وبريطانية وأخرى أجنبية والتي أرسلت مجموعة من مندبيها الذين قاموا بدورهم بإرشاد المشاركين وتقديم مجموعة من البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتورة واللغة الإنجليزية نحن فينا 27 من top universities أكتريتهم جايين من UK يعني عنا جامعات زي Leeds, Nottingham, West of England جامعات كثير كبيرة وكثير منيحة يعني كل سنة هدول الجامعات برضو بيجوا على الأردن أنه عم بشوفوا إقبال من الطلاب كثير مميز أجيت على المعرض اليوم عشان بدأ أشوف شو المنح اللي بقدموها الجامعات اللي بره بخصوص موضع الصحاف والإعلام والعلاقات الدولية وشهد المعرض حضورا لافتا للطلاب السوريين والعرب الذين منعتهم ظروف الحرب والصراعات التي تشهدها المنطقة من إكمال دراستهم في وطنهم واضطروا للنزوح واللجوء إلى دول الجوار التي لم يجدوا فيها بعد فرصة مناسبة تمكنهم من إكمال تعليمهم الجامعي هلأ نحن اللي من أدمه للطالب السوري أنه منجيب له قبول من جامعة لتسيبر بريطانيا هلأ السفارة البريطانية لما تشوف أنه الجامعة البريطانية معطيته أوفر بيقدر يزيد من نسبة قبوله للفيزا وخاصة إذا كانت من الجامعات التوب رانكت بريطانيا نحن ننصح الطلب السوريين بأن يتوجهوا إلى هذه المعارض لعلهم يجدون الفرصة اللائقة لإكمال دراستهم التي فقدوها خلال الثلاث سنوات الماضية طبعا فرصة كتير منيحة وكتير رائعة أنه يجوا يلتقوا بمثلين من الجامعة تحديدا يعني مو ناس عاديين عن طريق مكتب أو شي ممثلين من نفس الجامعة ميجوا وبيقابلوا الطلاب وبيفيدوهم يعني بيعطوهم الزبدة بيعطوهم الطريق المختصر لأنه يروح على أقرب جامعة وسجلوا فيها بطريقة مباشرة كما أوعز بعض الطلاب بمشاركتهم في المعرض إلى افتقار الجامعات العربية إلى تخصصات معينة وجدوها متوافرة في تلك الجامعات الأجنبية إحنا إنما الجامعات هنا فيها ماجستير بس يعني واحد يستفيد من بره أكثر لأنه التخصص البديل على الألقات الدولية مش موجود إنا بالأردن هون كدراسة في كتير تخصصات أنا مثلا التخصصات اللي ما بلاقيها هون اللي عم بدورها البزنس الماركتينج، البزنس أدمنستريشن في كتير تخصصات نادرة وممكن الطلاب رح يطلعوا يدرسوها بعدين هم اللي يجبوها للوطن العربي تحمل مثل تلك المعارض أملاً ولو كان بسيطاً للطلبة تجاه فرص التعليم المتاحة لكن السؤال الذي يطرح نفسه كم طالباً سيتم قبوله في هذه الجامعات من أصل الفيزائر توافدوا في اليوم الأول من أيام المعرض نور حداد، أورينت نيوز، عمان أهلاً بكم مشاهدين في أخبارنا الاقتصادية والبداية مع وزارة الخزانة الأمريكية حيث وسعت عقوباتها على نظام بشهر الأسهد وأعلنت في بيان لها فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في النظام من بين المسؤولين المشمولين بالعقوبات الضابط في المخابرة الجوية العقيد قصي ميهو بتهمة المشاركة بانتهاكات لحقوق الإنسان وإصدار أوامر لقواته بضرورة وقف التظاهرات المناهضة للنظام العام 2011 وأيضاً للإفراد في تعذيب المعتقلين كما جملت العقوبات أيضاً عدد من الشركات القريبة من الأسد ووزيرين في حكومته هما وزير الاقتصاد والتجارة خدر أورفلي ووزير الصناعة كما للدين الطعمي وبموجب العقوبات الأمريكية فإن أملاك المشمولين بها ستجمد وسيمنع أي فرد أو شركة التعامل معها قرر مصرف مصرف سوريا المركزي إغلاق شركة الشرق الأوسط للصرافة بكافة فروعها بالإضافة لتغريمها مليون ليرة بتهمة مخالفتها قوانين المصرف كما اتهم المصرف الشركة بالتخلف عن تزويد مفوضية حكومة نظام بالبيانات الإسبوعية والشهرية يأتي هذا فيما اعتبر محللون ماليون أن إجراءات البنك المركزي تنضوي ضمن سياسة البلطجة والاستلاء على أموال شركات الصرافة لتأمين حاجاتها المالية من القطع الأجنبي يشار إلى أن المركز السوري اتخذ خلال الأشهر الماضية عدة قرارات متشددة على شركات الصرافة وطالب عددا منها بإعادة القطع الأجنبي الذي حصلت عليه من البنك بالإضافة لمصادرة أموال شركات أخرى بتهمة مخالفة قوانين الصرف وقعت وزارة البنية التحتية في الحكومة السورية المؤقتة اتفاقية مع صندوق إعادة إعمار سوريا بقيمة 5 ملايين و300 ألف يورو لدعم إعادة تأهيل وتشغيل شبكة مياه الشرب في نواحي وقرى محافظة حلب كما نصت الاتفاقية على أن يقوم الصندوق بتمويل شراء وتوريد المضخات الغاطسة والأفقية ومضخات خاصة بتعقيم المياه مع الإكسسوارات اللازمة مثل الأنابيب والكابلات ولوحات التحكم واصلت الليرة السورية تسجيلها أدنى مستوى لها أمام العملات الأجنبية للإسبوع الثاني على التوالي وسط تكاهنات بزيادة قبال المدخرين على شراء الذهب ما قد يؤثر سلبا على سعر الصرف خلال المستقبل القريب نترككم مشاهدينا مع آخر أخبار صرف الليرة أمام العملات الأجنبية موسيقى 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 نهاية أخبارنا الاقتصادية لليوم ننتقل لفقر التواصل ومجموعة من الأخبار التكنولوجية والمنوعة موسيقى في أخبار التكنولوجيا جوجل تقدم هاتف نيكسوس 6 نعم وفايرفوكس ينافس سكايب بخدمة محادثات الفيديو والمزيد من الأخبار في أطفال التالي موسيقى أخبار هواتف نيكسوس حجما بشاشة عرض تبلغ 6 بوصات وهو بذلك أكبر من كل من آيفون 6 بلاس وغالكسي نوت 4 ويتميز الهاتف بتقنية عرض رباعية ما يعني أن رؤية النصوص والصور على شاشة الهاتف ستكون بالفعل شديدة الدقة والوضوح على الرغم من حجم الشاشة الكبير هذا ويبلغ متوسط سعر الهاتف في الأسواق 649 دولاراً ما يجعله أغلى هواتف نيكسوس وسيبدأ ظهوره في الأسواق اعتباراً من نوفمبر 22 أعلنت شركة موزيلا المطورة لمتصفح الإنترنت فايرفوكس عن خدمة للمحادثات المرئية يمكنها منافسة خدمات شهيرة مثل سكايب وتوفر الخدمة الجديدة فايرفوكس هالو للمستخدمين إمكانية إجراء محادثات صوتية ومرئية عبر برامج تصفح الإنترنت حيث ستبدأ الشركة في طرحها تدريجياً في الأسابيع المقبلة وبحسب موزيلا فإن خدمتها الجديدة تتسم بالسهولة بالمقارنة بخدمات سكايب لمايكروسوفت وهانج آوت لجوجل وفيستايم لأبل التي تتطلب جميعها من المستخدمي إنشاء حساب عليها وتحمل تطبيق للاتصال كشفت شركة أبل الأمريكية عن الإصدار الجديد من كمبيوترها اللوحي أطلقت عليه آيباد إير 2 وكذلك أعلنت عن الجيل الثالث من كمبيوترها آيباد ميني جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمدينة سان فرانسيسكو بيوليد كاليفورنيا كشفت خلاله عن بيعها 225 آيباد خلال الربع الثالث من العام الحالي وزودت شركة الكمبيوتر اللوحي بكاميرا بدقة ثمانية ميجابيكسل لالتقاط الصور والفيديو بالإضافة إلى كاميرا عالية الوضوح لمكالمات الفيديو وفي المنوعات اليوم خبر طريف يعني رح حدثنا كيف ميشيل أوباما ترقص مع الليفت و12 بطاقة حمراء في معركة كروية بالأرجنتين وأخبار أخرى في التقرير التالي ينتشر بسرعة في الإنترنت تسجيل فيديو لميشيل أوباما تظهر فيه السيدة الأمريكية الأولى وهي ترقص ممسكة بليفت وذلك في إطار فعالية جديدة ترمي للترويج إلى نمط حياة صحي ومكافحة البدانة أصيب هذا الرضيع بالدهشة البالغة عندما وضعت دجاجة دمية بيضة أمام عينيه في هذا الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحقق آلاف المشاهدات بعد أيام من نشره نشبت معركة شريسة بين لاعبين في مباراة بدور الدرجة الثالثة الأرجنتيني لكرة القدم أشهر الحكم خلالها 12 بطاقة حمراء قبل أن يقف اللقاء وتوقفت المباراة بين فريقي دي بورتي فوروكا وضيفه سيبوليتي إثر طرد لاعبين اثنين عقبه تصادم بدأ عارضا للوهلة الأولى وأبلغ الحكم فكوندو سبينوزا وسائل إعلام أرجنتينية بأنه طرد عشرة لاعبين آخرين في تلك الفوضى وأنه سيعلن أسماءهم في تقريره الرسمي أصبح اللبن الزبادي الوجبة الخفيفة الرسمية لولاية نيويورك الأمريكية منضما إلى فشار الظورة والفول السوداني المسلوق المملح ضمن الأغذية الشعبية المفضلة في الولايات الأمريكية وقال مكتب حاكم نيويورك أندرو كيومو أن نيويورك أصبحت أكبر منتج للبن الزبادي في الولايات المتحدة وسط شعبية متزايدة للبن المصفى على الطريقة اليونانية إذن مشاهدين وصلنا وإياكم اليوم لختام جولتنا الصباحية كالمعتاد مرحب دائما باقتراحاتكم أفكاركم وكل تعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك فيسبوك.com، صلع جولة.الصباح أو على إيميلنا صباحة orient-tv.net وهيك من كنا ختمنا جولتنا الصباحية لهذا اليوم مشاهدين منبقى مع أغنية أنا الثائر وإلى اللقاء اشتركوا في القناة